أولا أن الرحلة الزمبيادة في أجواء احترافية وللمرة الألف تنشكر الإخوة الموال الخارجين الذين ساهموا بشكل فعال لكي يمكن هذه الرحلة تدوز طائرة خاصة والشكر كذلك للجامعة الملكية المغربية كود القدم والجمهور العريض والوافيف المغرب وخارج المغرب ديال فاريخ الرجاع الريادي والخطوط الملكية الأرواية الإرماروك وكل شخص ساهموا وكل شخص ساهموا لكي يمكن هذه الرحلة تدوز في أجواء احترافية وأجواء مسؤولة الحمد لله عيواد من ديرو 24 ساعة في الدهاب و24 ساعة في الأياب فنحن نستطيع عصر التسويع في الدهاب وعصر التسويع في الأياب هذا الشيء من كل فريق ركشته العطاء في الندولة كالعطاء متميز وانتصفنا في مدينة الندولة ونحن الفريق الوحيد لهذن فريق هذن قاموا منذ ألاً من أربعان سنة ولكن نستخدم هذا الطعر لما كانت الطايرة خاصة كل هذا الصحر لكي كانوا مجموعة كما نستخدموا بش نوجده كذلك مقابلة ديربي ففريق راجع رياضي مستعد للمقابلة ديربي هنتم تشوفوا تداريب تدوز أجواء احترافية أجواء مسؤولة الجميع ملتف وراء الفريق سواء المكسم المديري أو الإخوة المنخارطين أو الجمهور دينا والغرض دينا كما قلتها وشرطها هات المقابلة بجوج دينا ودي الفريق الويداد الرياضي اللي غد جدنا لحد هما مقابلة مهمين والغرض دينا هما انتصر فيهم بجوج انتصرنا في قلب دولار وان شاء الله غد انتصروا بإذن الله في المقابلة دي الويداد لأن جميع معبأ باش تكون ان شاء الله انتلاقة الجديدة الحقيقية دي الفريق راجع أترافية سيدوماتش